اشتركوا في القناة اعطينا نفس المربع اللي كنا من قبل حسبنا به المساحة دي للوحادات اللي اكبر او اصغر من القياس اذا طبعا هنا اعطينا هاد التربيعة التي هي اصلا هي تربيعات هاد المستوى اللي توضع عليه هاد الاشكال اذا نتكلم عن هاد التربيعة ولا نتكلم عن غيرها من الوحادات احسب مساحة كل شكل باعتماد تربيعة اذا هاد المربع الصغير وحدة للقياس ثم عندنا افكك الشكل وارتبه دهنيا اوضيفه دهنيا اجزاء للشكل تساعدني على الحساب ثم اوزيلها اذا ماما هذا طبعا في خلال حساب مساحة هاد الاشكال طبعا سنقوم بهذا العمليتين حسب ما يتطلبه الامر يعني اما اننا سنفكك الشكل ونرتبه دهنيا يعني بدون ان نغير الشكل يعني فقط في الدين من خلال الدين او اننا نضيف دهنيا اجزاء للشكل طبعا حتى تساعدنا على الحساب ثم نزيلها اذا نأخذ امثلة مثلا الاخذينا الشكل واحد الشكل واحد واضح يعني سهل اننا نحصل على مساحته نقوم اما بالعد لهذه المربعات واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ثم عدنا في سطر الثاني خمسة مربعات يعني عشر مربعات في المجموع ثم عدنا في سطر الثالث خمسة مربعات يعني خمسة عشر مربعا في المجموع او نقوم بتالاتة يعني عدنا ثلاثة فالعرض في خمسة طبعا نتكلم عن خمسة مربعات فالطول اذا خمسة في ثلاثة هي خمسة عشر مربعا في المجموع كمساحل هد الشكل طبعا افكك الشكل وارتبه دهنيا هذا سنقوم بمثلا في الشكل اثنان كما تلاحظوا بان الشكل اثنان يعني هو يأخذ هذا الشكل هذا إذن عندنا واحد اثنان ثلاثة ثم عندنا واحد اثنان ثلاثة لكن هناك واحد جزئية مضافة الشكل اثنان يتكون من المربع طبعا ضلعه ثلاثة كما تلاحظوا عندنا ثلاثة هنا ثم ثلاثة هنا ثم يتكون أيضا من هذه الجزئية إذن كيف لنا أن نفكك هذا الشكل ثم نرتبه دهنيا طبعا سنأخذ هذه المربعين ثم نبعهما فد مربعين الفارعين فنحصل على مستطيل طبعا طوله أربعة وعرضه ثلاثة إذن سيصبح عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة ثم واحد اثنان ثلاثة وبالتالي يصل حساب مساحة الشكل إذن ثلاثة في أربعة اثنى عشر مربعا إذن هذه مساحة الشكل طبعا كيف لنا أن نضيف دهنيا أجزاء للشكل تساعدنا على الحساب ثم نزيلها مثلا في الشكل ثلاثة في الشكل ثلاثة مثلا سنوضيف متلاتا مثل هذه المتلات لكنه مقلوب إذن طبعا سنضع متلاتا هنا طبعا يسهل الحساب لأنه سيصبح عندنا مستطيل عرضه واحد اثنان ثلاثة ثم طوله واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن طوله خمسة وعرضه ثلاثة إذن طبعا المساحة الكلية لهذا الشكل هي خمسة عشر لكن المرسوم عندنا هو نصف هذا الشكل نحن فقط أضفنا متلاتا لنحصل على مستطيل مساحة 15 مربعا صغيرا إذن فمساحة الشكل ثلاثة هي نصف مساحة هذا المستطيل وبالتالي سنحصل على مساحة الشكل ثلاثة بقسمة 15 مربعا صغيرا على اثنان يصبح عندنا سبعة ونصف إذن مساحة الشكل ثلاثة هي سبعة ونصف طبعا قبل المرور إلى الشكل أربعة طبعا أنا أفضل أن نذهبها قبل آداء إلى الشكل ستة في الشكل ستة سنفكك الشكل ونرتبه دينيا كيف سنقوم بذلك طبعا سنقطع هذا الجزء ثم نضعه هنا سنقطع هذا الجزء إذن نفس الشكل هو نفسه الموجود عندنا في الفراع هنا وبالتالي سنحصل على شكل جديد بنفس المساحة لكن الأبعاد ستسهل شيئا إذن ستسهل عندنا ثلاثة في خمسة عندنا في الأسفل واحد اثنان ثلاثة ثم نفطل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن ثلاثة في خمسة هي خمسة عشرة مربعا صغيرا ثم ننتقل إلى الشكل رقم أربعة طبعا الشكل رقم أربعة سنضيفوله وغنجزئوه إلى عدة أجزاء باش نحصل على المساحة ديالشكل طبعا أولا غنناخده المستطيل التي توجد فيها الشكل كما تلاحظوا بأن المساحة ديالو تلقوها من خلال ستة في خمسة تلقوها بستة في خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ثم عنده في الأعلى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن خمسة في ستة ثلاثون هذه الشكلها داتي توجد دائما مستطيل كما قلنا للمساحة ديالو تلاثون مربعا صغيرا ستة في خمسة الآن غنناخده هذه الجزئية في الأسفل طول ديالها ستة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثم فالعرض دياله واحد إذن طبعا غنحسقه هاد الفراغ اللي بقى على برة باش فالأخر غنحسفه الفراغات من هاد المستاطيل اللي تتوجد ضمنه هاد الشكل الشكل أربعة إذن أولا عدنا ستة كما تنشوف هاد الخط لفي الأسفل كما تنشوف هاد الخط المائل هو يقسم هاد المستاطيل اللي الطول دياله ستة على واحد تقسمه إلى اتنين عدنا جوجد من ثلاثات إذن طبعا غنشوف هاد الفراغ إذن أكيد أنه ثلاثة مربعات إذن غنخله هاد ثلاثة جانبا ثم نأخذ الجانب على اليسار إذن طبعا عدنا مستاطيل طول دياله واحد اتنين ثلاثة ثم العرض دياله اتنين إذن اتنين في ثلاثة هي ستة طبعا غنقسمه إلى اتنين غنخلوها ثلاثة جانبا إذن المساحة هاد الفراغ هذا هو ثلاثة مربعات ثم ننتقل إلى المساحة الأخرى اللي على اليمين طبعا عدنا ثلاثة في اتنين نفس الشيء المساحة الفارغة هي ثلاثة مربعات ثم غنخدوها تشكل في الواسط طبعا تتكون من جزء مربعات على مربع ثم غنبقى عدنا هاد الجانب الآخر لكل فراغ إذن واحد اتنين ثلاثة أربعة في اتنين هي تمانية مربعات إذن المساحة هاد الفراغ ككل لداخل هاد المستطيل للمساحة هاد الواسطة في خمسة طبعا يبقى لنا أن نجمع مساحة هاد الفراغات عندنا ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة المجمع هو تسعة زائد واحد عشرة ثم نضيف لها هاد الفراغ الآخر الذي مساحة ثمانية إذن فيكون المجمع هو تمانية عشرة مربعا فارغا إحنا الآن حسبنا الفراغات لخارج هاد الشكل إحنا الآن حسبنا الفراغات لخارج هاد الشكل الآن نحسب نساحة الشكل سننقص تمانية عشرة مربعة من تلاتين ماذا سنبع؟ تلاتون ناقص تمانية عشر إذن فتكون مساحة الشكل هي اثنى عشرة مربعة مربعا صغيرا إذن هذه مساحة الشكل أربعة ثم ننتقل إلى الشكل رقم خمسة طبعا سنقوم بنفس العملية تقريبا الشكل رقم خمسة كما تلاحظوا أنه توجد دائما واحد المستطيل لطول ديالو واحد اثنان تلاتة أربعة خمسة ستة على واحد اثنان تلاتة أربعة خمسة ستة النوتي توجد دائما مربع للحرف ديالو ستة طبعا سنقوم بنفس العملية سنحسب هاد الفراغ الأول إذن كما تلاحظوا بأنه عندنا هنا واحد المستطيل للعرض ديالو اثنان في ستة إِذن إثنان في ستة هي إثنان عشر وب servicios الفراغ الذي عندنا هنا هو ستة ثم نحصل الفراغ الأخر الفراغ الأخر طبعا هو واحد اثنان ثلاثة أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن لدينا هاد المربع ده كما تلاحظوا علم ما ديالو فراغ إذن حساب هاد الفراغ ذه يتم عبر عبر حساب مساحة هاد المربع ثم ننتقل إلى الفراغ الأخر كما تلاحظوا عندنا طبعا هذه المساحة سنحسبها من خلال حساب مساحة هذا المستطيل اللي العرض دياله اثنان في ستة اذا اثنان في ستة هي اثنى عشر طبعا نصفها هو ستة اذا طبعا نجمع هذه الفراغات عدنا ستة وستة اثناش ثم تمانية هي عشرون اذا عشرون سننقصها من عشرون سننقصها من ستة وتلاتون اللي هي مساحة هذا المربع اللي هي مساحة المربع الكبير الذي يتواجد به الشكل الخمسة اذا ستة وتلاتون ناقص عشرون هي ستة عشر اذا مساحة الشكل الخمسة هي ستة عشر اذا نستكمل في الحلقة القادمة حياكم الله واللقاء قادم بإذن الله